السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتي الغالية بدون هذا العمل ستضيع كل حسناتك ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالوا نعرف بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العمل القلبي بيتوقف القبول لأي عبادة أخرى فالقلب هو الملك والأعضاء هي الجنود فإذا طاب الملك طابت الجنود وإذا خبث الملك خبثت الجنود ولذا قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فأي عمل بلا نية صالحة وبدون إخلاص فلن يقبل أبدا عشان كده لازم نستحضر النية الخالصة لوجه الله قبل أي عمل قبل أي حاجة تعملها حتى لا تتعبي ولا تجد الأجر والثاب بل قد يكون العكس عيازا بالله فالإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى أي عمل أنا بعمله ليه بعمله لله حتى لو ما تكون واحدة متجوزة وتحسن إلى زوجها مش بتحسن إلى زوجها عشان هو كمان يحسن إليها أو علشان تلاقي مقابل أبدا أحسني له ابتغاء مرضات الله عشان لو في يوم الأيام طلع إنسان مش كويس ما تندميش ما تقوليش ده أنا اللي عملته فيه لو كنت عملته في قطة كتنونوت اللي النساء بيقولوه يعني وتهاد تقولي يعني ما تمرش فيه وما عملش لا خالص آمن العمل لله فلو طلع هو كويس فاللهم لك الحمد طلع إنسان مش كويس فتقولي الحمد لله أنا ما خسرتش حاجة أنا عملت العمل لله وأبتغل أجر من عند الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يبقى نيته بقى أمر ذليا ياخد أجره في الدنيا إنما لا بد أن نحن نستحضر العمل يعني هذا العمل يكون خارصا لوجه الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الذي رواه التلمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما في رواية بقى ابن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله ما شاء الله يعني كل حاجة في الدنيا دي ولا لها لازمة إلا العمل الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وفي رواية عند النساء بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجههم فما عليك أخت الفاضلة وابناتي الغالية إلا أن أنت تستحضر النية الخارصة قبل أي حاجة قبل أي عبادة قبل الصلاة القرآن الزكر بر الواردين صلة الرحم الصدقة طاعة الزوج تربية الأولاد طلب العلم الدعوة إلى الله حتى لا تندمي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأخلص النية لله علشان لما تخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا يكتب لك الأجر والسواب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفقي إلى كل خير لأن النية كانت خارصة لوجه الله سبحانه وتعالى أسعى الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر